محمد من الشارق يضعه الزوج أو تضعه الزوجة أما قول الوالد أشترط عليك فهذا من باب النصيح وإن كان عبر بالشرطية في كلامه هذا من باب النصيح وواضح بأن والدك رجل صالح ومحب لك وأيضا محب لزوجتك على أن تلتزم أوامر الله سبحانه وتعالى ولذلك والدك له الأجر والثواب عندنا الله سبحانه وتعالى لحرصه على أن تقترم بامرأة يعني تلتزم أحكام الشريعة فأسر الله تعالى أن يكتب لوالدك الأجر والثواب الأمر الثاني بالنسبة لموضوع الحجاب أنت المسؤول عن زوجتك أمام الله عز وجل والدك غير مسؤول أمام الله عز وجل والدك قال لك أشترط هو يقصد النصيح أراد أن ينبهك إلى هذا لكن أنت سيسألك الله عز وجل عن زوجتك يوم القيامة هل فعلا أنت أمرت بالحجاب لأن الحجاب شريعة وفريضة وأمر واجب حتى ملازم دلت على هذا النصوص يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم قل جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن موراء حجاب قل جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الآيات والمقصود بأنك أنت يا أخي الفاضل سيسألك الله عز وجل سيسألك هل أمرت زوجتك هل أرشدتها هل علمتها فإذا قلت نعم فأنت معذول أمام الله عز وجل لأن الزوج مسؤول عن زوجته سيسأله الله عز وجل ويبقى قضية الكلام لزوجتك يعني ما الذي يضرها في الحجاب الحجاب كله خير ولله الحمد والمن أكيد زوجتك تحب الله عز وجل أنا أجزم بأن زوجتك تحب الله سبحانه وتعالى اللي يحب الله يعصيه السؤال اللي يحب الله عز وجل يعصيه هذا أمر غريب جدا أكيد زوجتك تحب النبي عليه الصلاة والسلام جزما أنا أجزم وأنا ما أعرفك ولا أعرف زوجتك ولا أعرف والدك لكن جزما تحب النبي عليه الصلاة والسلام اللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يخالف ويعصيه إن المحبة لمن يحبه مطيعوا والله عز وجل ما أمر المرأة بالحجاب إلا لما فيها من المصالح المحضبة والراجعة أبدا الحجاب ما فيه ولا مفسد كله مصالح وكله خير استجابة لله استجابة لرسول الله الحشمة الصيانة وغيرها من المصالح ولذلك الآن بالنسبة لك أنت الآن والدك أدى الذي عليه وأنت الآن تؤدي الذي عليك من أمر زوجتك بالحجاب وزوجتك الآن يجب عليها أن تستجيب لماذا لأنك أنت ما أمرتها بمعصية ما أمرتها بمعصية فالله جل وعلا قال ولا يعصينك في معروف هذا معروف ما يجوز المرأة أن تعصي زوجها ويقول لها تحجي بمثلا واصبر على زوجتك قد تكون زوجتك جاءت من بيت أو من بيئة ما ألفت الحجاب ويصعب عليها الحجاب اصبر عليها ذكرها بالله خوفها بالله ادعو لها في صلاتك أنت في شهر رمضان الآن ادعو لزوجتك أن الله عز وجل يحبب إليها الحجاب كما حبب إليها الصلاة وحبب إليها الخير الحمد لله فأخي الفاضل بارك الله اصبر علي زوجتك وإن شاء الله تصل هذه الرسالة وتستجيب لله و لرسول الله وأيضا تحقق مصالح كثيرة طاعة الله طاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة الزوج في طاعة الله فإن الزوج هو جنة المرأة أو نار المرأة كذلك اسعاد هذا الرجل والدك إذا شاف زوجتك والله تحجبت سيفرح وينشرح صدره فهو ما وافق على الزواج أكيد هو عرف في زوجتك خصال طيبة وعرف فيها أخلاق طيبة إلا هذه المسألة قال أشترط عليه فهو يريد أن تكتمل يعني الاكتمال الإنساني بهذا الحجاب تكمل نفسها بهذا الحجاب أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يشرح صدر زوجتك أسأل الله تعالى أن يلين قلبه أسأل الله تعالى أن يحبب إليها الحجاب و لكل إمرأة لا ترتدي الحجاب أسأل الله تعالى أن يحبب إلى قلوبهن الحجاب و أن يلتزمنا أوامر الله و أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم آمين